يعني ممكن أروح أشتغل حاجات كتير ببلاش من غير فلوس أصاد إن أنا عايز أغني في مثلا أنا بشتغل بقلي ثمان سنة في سائة الصوي بشتغل حفلة كل شهر آخر أربع من كل شهر أنت بتشوف الإغبال شكله إيه والنجاح شكله إيه وبشوف حاجة حلوة جدا حصلت لي في الثمان سنين هي اللي مخلياني بقوم برضو وبقيت مرتاح نفسيا إنه من ثمان سنين كان الجمهور اللي بيجي يتفرج علي أدي في السن أو أقل شوي الجمهور اللي سمعني أو اللي يعني حب أغنيه وكانوا بيجوا معهم وولادهم عندهم 12 و13 سنة الوقت يولادهم عندهم حاجة و20 سنة بيجيبوا صحابهم ويجوا وبقى النسبة اللي موجودة في الصالة نسبة الشباب أكتر من الكبار فدي كمان حاجة برضو بتسعدك بتسعد طبعا جدا ترجمة نانسي قنقر